تحياتي أصدقائي صديقاتي في كل مكان نرحب بكم مرة أخرى في سلسلة دروس تعلم قواعد اللغة الفرنسية مع الشرح باللغة العربية درسنا اليوم هو الدرس الرابع والأربعون من هذه السلسلة والذي سنتعرف فيه على هذه الكلمات كال 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 وكال هي تتشابه من حيث النطق ولكن هي تختلف من حيث المعنى سنتعرف على وظائفها في اللغة الفرنسية هذه الكلمات الأصدقائي لديها استعمالان في اللغة الفرنسية تلعب وظيفتين فقط في اللغة الفرنسية إما تستعمل كأدجيكتيف أنتغوغاتيف لزاجيكتيف أنتغوغاتيف أي صفات الاستفهام أو تستعمل كأدجيكتيف إكسكلاماتيف لزاجيكتيف إكسكلاماتيف أي صفات التعجب هذه الكلمات تتوافق من حيث النوع ومن حيث العدد مع الأسماء التي تقترن بها فكال الأولى تستعمل مع المفرد المذكر أو المذكر المفرد وكال الثانية تستعمل مع المؤنث المفرد في ميناء وكال الثالثة تستعمل مع المذكر في الجمع أما كال الأخيرة فتستعمل مع المؤنث في الجمع أما بالنسبة للوظائف التي تلعبها هذه الكلمات فالوظيفة الأولى هي adjective interrogative adjective interrogative صفات الاستفهام نقرأ التعريف أصدقائي adjective interrogative serve a pose a question صفات الاستفهام تستخدم لطرح السؤال serve a pose a question yeah la compagne وترافق دائما اسم دائما ما ترافق هذه الكلمات كال كال وكال وكال ترافق الاسم avec lequel يساكورد un genre et un nombre والذي معه تتوافق من حيث النوع ومن حيث العدد هذه الكلمات عندما تلعب وظيفة صفات الاستفهام فإنها دائما ما تقترن باسم ومع هذا الاسم تتوافق من حيث النوع ومن حيث العدد ونقدم لكم بعض الأمثلة كال جو صنو كال جو صنو أي في أي يوم نحن كما تلاحظون هذه صيغة من صيغ طرح السؤال ولدينا كال هنا تلعب دور صفات الاستفهام adjective interrogative هنا كال اقترنت باسم هذا الاسم هو جو يوم هذا الاسم هو في المفرد المذكر إذن يجب أن نضع كال تتوافق مع هذا الاسم إذن كال هنا في المفرد المذكر الجملة الثانية ما هي مهنتك أو ما هي وظيفتك هنا كال اقترنت كذلك باسم وهو مهنة 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 المفرد أي الكتب تريدون هنا كذلك سيغة من سيغة السؤال كال هنا وظيفتها وظيفة استفهامية كال هنا اقترنت باسم وهو كتب هنا وجمع للمذكر جمع لمذكر إذن كال كذلك في جمع للمذكر ننتقل الآن إلى الجملة الرابعة والأخيرة كال لانغ تبغل كال لانغ تبغل ما هي اللغات التي تتكلم ما هي اللغات لانغ تبغل ما هي اللغات التي تتكلم هنا كال كذلك من صفات الاستفهام واخترنت باسم هذا الاسم هو لانغ وهو في جمع المؤنت جمع لمؤنت إذن كال كذلك يجب أن تتوافق مع الاسم الذي تقترن به وتكون كذلك في الجمع للمؤنت إذن في هذه الوظيفة الأولى كال تلعب دور صفات الاستفهام صفات الاستفهام وتقترن باسم هذا الاسم تتوافق معه من حيث النوع لجون ومن حيث العدد لنومبغ ننتقل الآن إلى الوظيفة الثانية لهذه الكلمات كال كال وكال وكال فهذه الكلمات تلعب كذلك ظور adjective exclamative أي صفات التعجب تستعمل صفات التعجب بكل بساطة للتعجب وهي دائما ما تقترن باسم وتتوافق مع هذا الاسم من حيث النوع ومن حيث كذلك العدد ونقدم لكم بعض الأمثلة كال بوباك ما هذا المتنزه الجميل هنا باك في المفرد المذكر إذن كال كذلك في المفرد المذكر كال مانيفيك إكحيتيغ ما هذه الكتابة الجميلة هنا كال كذلك اخترنت باسم هذا الاسم هو في المفرد المؤنت وهو إكحيتيغ إذن كال يجب أن تكون على هذا الشكل كي تتوافق مع المؤنت المفرد ننتقل الآن إلى الجملة الثالثة كال بون زامي تيا كال بون زامي تيا ما هؤلاء الأصدقاء الجيدون لديك هنا الاسم الذي اخترنت به كال هو أمي أمي في الجمع المذكر إذن كذلك كال يجب أن تكون في الجمع المذكر الجملة الرابعة والأخيرة كال مانيفيك فلوغ ما هذه الورود الجميلة أو الرائعة هنا كذلك فلوغ في الجمع وهو جمع لمؤنث إذن كال كذلك في الجمع المؤنث وفي الأخير أصدقائي أقدم لكم هذا التمرين البسيط أتم الجملة التالية ب أو مع كال 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 أو كال أمامكم مجموعة من الجمل السر في أن تضع الإجابات الصحيحة هي أن تبحث عن الاسم الذي ستقترن به كال وتعرف نوعه وعدده إذا كان مثلا هذا الاسم في المفرد المذكر يجب أن تضعوا كال التي هي في المفرد المذكر إذا كان مثلا في المؤنث في الجمع ستضعون كال التي هي كذلك في المؤنث في الجمع تصحيح هذا التمرين موجود في صفحتنا على الفيسبوك ورابط صفحتنا على الفيسبوك ستجدونه أسفل هذا الفيديو إلى هنا أصدقائي صديقاتي قد انتهى درسنا لهذا اليوم والذي تعرفنا فيه على الكلمات كال 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 وكال لا تنسوا أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة ولا تنسوا كذلك أن تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب وتتضحقوا بصفحتنا على الفيسبوك نشكركم على حسن المتابعة وإلى الدرس القادم وإلى اللقاء